اشتركوا في القناة قناة بحشم وطن اشتركوا في القناة 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 في الدفاع عن حياض الوطن ونسيجنا وهويتنا العربية واشار رئيس الجمهورية الى ان النصر الذي تحقق ويتحقق يوما بعد اخر في مختلف المواقع والجبهات لم يعد نصرا للشعب اليمني فحسبا هو انتصار لنا جميعا وللقيم الانسانية والاخلاقية التي جسدتها دول التحالف العربي باعتبارها شريكا فاعلا في ذلك النصر ولها بصمات واضحة في مواجهة التمرد والتطرف باشكاله المختلفة وعبر رئيس الجمهورية عن شكره لاشقائه في دول التحالف العربي على مواقفهم الشجاعة ووقوفهم الى جانب اليمن في مثل هذه المرحلة الحرجة والاستثنائية من تاريخه عاد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الى مقر اقامته الموقع بالعاصمة السعودية الرياض بعد زيارة ناجحة لدولة الكويت ومملكة البحرين وعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لنتائج زيارته ومواحثاته التي اجراها مع اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح امير دولة الكويت واخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وعدد من مسئولية البلدين الشقيقين والتي تتناولت تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وتطورات الاوضاع على الصحة اليمنية والعربية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكان في وداع فخامة رئيس الجمهورية لدى مغادرته مملكة البحرين نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك الخليفة ووزير الخارجية رئيس بعثة الشرف الشيخ خالد بن حمد الخليفة يرافق رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ووزير المالية منصر القعيطي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي باوزير هذا وكان فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية استقبل بمقر إقامته بقصر الضيافة بالمنامة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات التي تهم الشعبين والبلدين الشقيقين وعبر فخامة الرئيس عن مشاعره الأخوية الصادقة تجاه شعب ومملكة البحرين وهذا ما يتجسد بالعلاقة الأخوية التي تربطه بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده والتي بدورها ستنعكس إيجابا على خدمة البلدين والشعبين الشقيقين وقال رئيس الجمهورية إن آفاق التعاون المثمر أضحط اليوم أوسع وأرحب في مختلف المناحي والمجالات وأشاد فخامته بما قدمته البحرين واجترحته من تضحيات تجلت في أروع صورها بامتزاج الدم اليمني والبحريني في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والمصير المشترك من جانبه عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن سروره البالغ بزيارة فخامة الرئيس إلى مملكة البحرين ولقائه به والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية وما تتمتع به من تطور في مختلف المجالات مؤكدا على تنفيذ وترجمة التوجهات الصادرة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يتصل باليمن وقال ولي العهد إن مملكة البحرين ستظل مع اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي حتى يتحقق أهداف وطموحات أبناء الشعب اليمني ويعمى الأمن والاستقرار والسلام وعودة الشرعية إلى كافة ربوع اليمن أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أن النصر اليمن في معركتها ضد الميليشيا الانقلابية هو نصر لدول المنطقة جميعها وليس لليمن معربا عن أمله في عودة الاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات اليمنية في القريب العاجل وقال رئيس الجمهورية الحوثيون تهربوا من تنفيذ قرارات مجلس الأمن كما تهربوا من الانسحاب ولا يريدون تبني مبادرة مجلس الأمن أو المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركوا فيه وأضاف فخامته في تصريحا لوكالة الأنباء البحرينية بنا وافقنا على جميع مطالب الحوثيين من خلال الحوار الوطني وعلى الرغم من أن بعضها كانت تعجيزية لكنهم في النهاية اتفقوا مع علي عبدالله صالح على أن ينفذوا التجربة الإيرانية في اليمن والتي تفضي على أن أحدهم يكون المرجع الديني والآخر المرجع السياسي وأكد رئيس الجمهورية أهمية الدور الذي تقوم به مملكة البحرين إلى جانب دول المنطقة من خلال مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن مشيرا إلى أن اليمن والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول الداعمة لليمن في جبهة واحدة ولفت فخامة الرئيس إلى أن تنظيمي داعش والقاعدة لا تتعدى كونهما عناصر قليلة وكانت مدعومة من جماعة علي عبدالله صالح وحلفائه واختاروا التمركز في الجنوب وبعد أن نقوم بحسم موضوع الحوثيين في هذه المناطق سنعود لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب بإذن الله أكد وزير الخارجية المحرينية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن اليمن من الدول التي يحتفظ التاريخ بمواقفها الدعمة لأشقائها عموما ولمملكة المحرين على وجه الخصوص وهي مواقف ستظل محل اعتزاز من قبل جميع أبناء المحرين الذين يكنون كل تقنير وحب لليمن وشعبه وأشار إلى أن مملكة المحرين ستواصل مشاركتها في التحالف العربية حتى يتحقق الأمن ويعود السلم لجميع أنحاء اليمن وبما يمكن الحكومة الشرعية في بسط نفوذ الدولة وسيادتها على كافة أرجاء اليمن وقال وزير الخارجية في تصرح بثته وكالة الأنباء البحرينية بلى إن المباحثات التي أجرها فقامة الرئيس عبد الرب منصور هادي مع أخيه صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكدت على العلاقات الأخوية والتاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين والتي ازدادت قوة وصلابة بعد امتزاج الدماء بين الأشقاء على أرض اليمن دفاعا عن الحق وشرعية ولفت إلى أن مملكة المحرين لن تتوانى عن إنجاز كل ما فيه خير وصالح اليمن وستكون داعمة وبقوة لأي مبادرة من شأنها تعزيز وحدة اليمن واستقراره مؤكدا أنه لا حياد عن الطريق الواضح والواجب للعملية السياسية في اليمن من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 22-16 والالتزام بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري في الرياض مع السفير اليابان لدى اليمن كاتسيوشي هياشي الدعم الياباني المقدم لإصلاح نظام الخدمة المدنية حيث ستقوم وزارة الخدمة المدنية بدعم من الحكومة اليابانية بتنفيذ مشروع توحيد قاعدة بيانات الوظيفة العامة وإنشاء مراكز معلومات محلية بهدف إنهاء الاختلالات الحاصلة في نظام الوظيفة العامة وأهمها الوظائف الوهمية والازدواج الوظيفي كجزء من عملية إصلاح منظومة الإدارة العامة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأكد السفير الياباني استمرار مساعدة بلاده لليمن في مجالات البنى التخطية والإصلاح الإداري استشهد ستة مدنيين وأصيب ستة عشر آخرين اليوم في قصف مدفعي شدته ميليشيا الحوثي والصالحة الانقلابية على حي سكني في مدينة طعز في مجزرة جديدة للميليشيا الانقلابية انتقاما من الهزائم التي لحقت بهم في الجبهة الغربية وقالت مصادر طبية إن مستشفيات المدينة استقبلت ستة شهداء وأربعة عشر جريحا جراء القصف المدفعي والصاروخي الذي شنته الميليشيا الانقلابية المتمركزة في الحوبان وشارع الستين على حي الضربة وأحياء السكنية أخرى ووفقا للمصادر فإن أطفالا ونساء سقطوا في مجزرة اليوم فيما أطلقت المستشفيات نداء استغاثة للتبرع بالدم وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الانقلابية شددت من حصارها المفروض على مدينة تعز من المنافذ الشرقية والشمالية ومفرق شرعب الرونة حيث تمنع دخول المواد الأساسية والإغاثية وتقيد حرية التنقل من ناحية أخرى أكد المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في تعز أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدت لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي وصالح غرب تعز وأجبرتهم على التراجع وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأوضح المركز أن الاشتباكات وقصف طائرات التخالف لمواقع وتجمعات الميليشيا أدت إلى مقتل ستة وثلاثين من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح بينهم ثلاثة من كبار قيادات الحوثي وإصابة سبعة وخمسين آخرين وتدمير ستة دبابات ومدفعين ومخزنين للأسلحة وقصف تعزيزات لهم من لاحية أخرى استمرت الاشتباكات بين الجانبين في الجبهات الشرقية لتعز بمختلف الأسلحة وتركزت في حي ثعبات وحي كلابة والدعوة المحادر القصر الجمهوري يأتي ذلك في إطار جهود القوات لتحرير منطقة الحوبان والجبهة الشرقية بالكامل جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم في العاصمة صنعاء وأكد شهود عيان أن مقاتلات التحالف نفذت غارتين مستهدفة لأحد المواقع في جبل نقم ومعسكر العرقوب في مديرية خولان شرق صنعاء وهو موقع عسكري تسيطر عليه ميليشيا الحوثي وصالح كما استهدفت معسكر الصمع ومناطق وتجمعات للانقلابيين في نهم تتزايد عمليات التصعيد لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على طول جبهتي القتال الشمالية والغربية والشمالية الشرقية في العود ببعدان حمك ومريس بمديرية قعطبة جنوب محافظة إب بعد وصول تعزيزات لميليشيا الحوثي وصالح إلى جبهات القتال حيث قامت ميليشيا الحوثي وصالح بقصفها العشوائي وقصفها للسكان المدنيين للمناطق القريبة من جبهة حمك الغربية بينها قرية الضفار التي كانت هدفا للقصف والتي أكد شهود عيان عن إصابة طفلة تبلغ من العمر عام جراء إصابتها بطلقة قناص ولم تتمكن أسرة الطفلة من إسعافها بسبب استمراج القصف ومنع أي تحرك وأكدت مصادر عن إصابات أخرى ونزوح لعدد من الأسر من قرية الضفار وما جاورها إلى مناطق أكثر أمنا في العود من ناحية أخرى تقددت الاشتباكات بين رجال الجيش الوطني والمقامة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى بمختلف أنواع الأسلحة التقيلة والمتوسطة والخفيفة أوقفت خلالها تقدم الحوثي وصالح نحو ظفار ويبار ومنع تسللهم عبر نقيل الخشبة حيث تمكن أبطال المقامة الشعبية والجيش الوطني المتمركزة في تبة المكسر والتباب الذرة والسواق ومفرق الظفار التي أمطرت مواقع الحوثيين وصالح بالرصاص والقذائف والحقت بهم عددا من الضحايا ترأس محافظ محافظة أبيان الدكتور الخضر محمد السعيدي اجتماعا ضم مدراء عموم المكاتب الخدمية ورئيس النيابة القاضي أبو بكر الشقاع ومدير الأمن تم الوقوف على المستجدات على الساخة واحتياجات المكاتب الخدمية ومناقشة أوضاعها وخططها المستقبلية وحصر أضرار الخرب التي شنتها الميليشيا الحوثية وأنصار المخلوع صالح ومناقشة الترتيبات للأجهزة الأمنية وتفعيل النيابات والقضاء لتقوم بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة إلى جانب مناقشة بالغي أحد الأجلين بالمرافق الحكومية بمحافظة أبيان وعمل الإجراءات اللازمة لأحالتها للتقاعد وترتيب أوضاعهم وأحث المحافظ السعيدي كل الجهات القيامة بواجبها على أكمل وجه وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتخفيث معاناة المواطنين بالمحافظة التقى لأخ محمد عبد الله كد محافظ محافظة المهر بأعضاء اللجنة التنسيقية للمكونات السياسية بالمحافظة واستعرض اللقاء التصور المقدم من المكونات إلى اللجنة الأمنية حول الوضع الأمني بالمحافظة ووضع خطة لتأمين المحافظة وحمايتها وأبدأ الأخ المحافظة إلى الاستعداد الكامل للأخذ بالآراء والمقترخات الإيجابية التي تهدف إلى خدمة أمن واستقرار الوضع بمديريات المهرة مؤكدا ضرورة تفاعل الجميع من أجل الحفاظ على الأمن وإبعاد المحافظة عن أي مشاكل أمنية حاضر اللقاء اللواء أحمد محمد المهوي مدير أمن المحافظة اختتنت في مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب حزمة الأنشطة الصحية المقدمة من منظمة اليونسيف والتي شملت تدريب 80 مشاركا ومشاركا من العاملين الصحيين وتسيير عدد 5 فرق طبية متنقلة وتدريب 40 من متطوعات الصحة المجتمع على مستوى 7 مديريات من أصل 14 مديرية وفي حفل اختتام الأنشطة أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أهمية التدريب في رفع مستوى الخدمات الصحية وقال إننا فخورون اليوم وبعد العمل الدوب لمدة ثلاثة أشهر متتالية من النشاط الصحي والتدريبي اليوم نشاهد هذه الكوكبة من الكوادر الصحية التي تدعم الكطاع الصحي وتسهم في تعزيز الخدمات المجتمعية في المرافق الصحية وثمن مفتاح دعم منظمة اليونسيف للقطاع الصحي في مأرب مطالبا تقديما مزيدا من الدعم لأن مأرب تواجه نزوحا كبيرا للأسر من جميع محافظات الجمهورية من جانبه أوضح مدير عام الصحة والسكان الدكتور عبد العزيز الشدادي بأن هذه الحزمة من الأنشطة الصحية تم تنفيذها عبر برنامج التغذية بوزارة الصحة والسكان وبدعم من منظمة اليونسيف مثل أنشطة المدعومة من نظمة اليونسيف العالمية شاكرينها عبر برنامج التغذية في وزارة الصحة والسكان هذه الحزمة من أنشطتها كانت عبارة عن خمس فرق طبية غطت سبع مديريات من مديريات المحافظة تم من خلالها مسح 11120 طفل ظهر لنا من خلالها 282 حالة سوء تغذية حاد وخيم و 2067 سوء تغذية حاد متوسط من الخدمات التي قدمتها الفرق الطبية 8748 خدمة رعاية تكاملية 1525 رعاية حامل 859 خدمات تنظيم أسرة هذا ما قدمته الفرق الطبية خلال الثلاث الأشهر التي استمرت على مدارها في السبع المديريات اليوم نختم في هذه الدورة دورة متطوعات صحة المجتمع لعدد 40 متطوعة من سبع مديريات وهذا العدد نستهدف ما يقارب 50 ألف طفل لمحافظة مارف دون الخامسة يجب أن يكون لدينا أكثر من ألف متطوعة لم نزال في اللبنات الأولى من خلال برنامج التغذية هنا في هذه العجالة من هذه النافذة الإعلامية من خلال قناة عدن القناها الحرة الرئيسية لكل أبناء هذا الوطن نوجه هذا النداء الاستغاثة لكل منظمات الإنسانية العاملة في برنامج البرنامج الإنساني أو برنامج الأمومة وبرنامج الرعاية وبرنامج الطفولة عقد بمركز شرطة المعلى لقاء انضم الأخوة مدير مكتب مدير أمن عدن عبدالدائم قهطان ومدير عامي مديرية المعلى فهد المشبق ومحمد العلواني مدير شرطة المعلى وعبدالخالق الزامكي مدير شرطة القلعة وفي اللقاء تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بإعادة الاستقرار والأمن والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة عامة والمديرية خاصة كما ناقش الاجتماع موضوع التحضير للحملة التي تعد لها قيادة مديرية المعلى لإزالة كافة الأكشاك والبناء العشوائي التي استحدثت في الآونة الأخيرة وخلال الاجتماع طالب مدير المديرية من الجميع وقفة رجل واحد للوصول إلى النتائج المرجوة من الحملة التي تهدف في الأول والأخير الحفاظ على حقوق الناس العامة والخاصة كما دعا مدير المديرية كافة المواطنين إلى التجاوب مع هذه الحملة لما لها من أهمية من جانبه أكد مدير مكتب مدير الأمن ضرورة أن يلتزم كل من سيشارك في هذه الحملة بواجبه المناطبية وشار إلى الدعم اللامحدود لهذه الحملة التي ستحافظ على الحق العام والخاص في المحافظة عقد بمحافظة المهر الاجتماع التأسيسي لجمعية مصدرية الأسماك والأحياء البحرية وقرى الاجتماع النظام الأساسي ولائحته التنظيمية وانتخاب هيئة إدارية للجمعية مكونة من سبعة أشخاص برئاسة عوض حرمش ولجنة الرقابة مكونة من ثلاثة أشخاص برئاسة عثمان سعد سالم وكان وكيل محافظة المهر محمد صداعي أكد خلال الاجتماع العمل بمصداقية وفق الأهداف التي ينظمها النظام الأساسي للجمعية حضر الاجتماع مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة راشد إسهول ومندوب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمصائر السمكية بالمحافظة أشاد مدير مكتب الصحة والسكان صالح الدوبحي منسق مكافحة حم الظنك في مديرية خورمكسر بمستوصف الشفاء وما قدمه من جهد في مواجهة الحالات المرضية خلال فترة الحرب جاء ذلك خلال اختفالية قدمت فيها منظمة وطن آمن شهادة تقديرية للمستوصف مؤكدة أن هذا التكريم هو بداية شراكة بين المنظمة والمستوصف من أجل تحقيق برامج تدريب وتأهيل وتوعية لحماية الأطفال والأمهات من آثار الحرب كما ثمن الأخ عبدالسلام منع مدير عام المستوصف هذه اللفتة الكريمة وهذا التكريم من قبل منظمة وطن آمن مؤكدة ضرورة التعاون بين الجميع لما فيه خدمة المواطنين مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا أطيب تحياتي وتحياتي طقم العمل دمتم بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر